موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعنا فيها الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول أن اختيار النشيد موكل إلى اللجنة وإن النشيدة الحالية يفتقد السند القانوني موسيقى الرئيس النجري يلغي أول اجتماع وزاريا منذ عودته من رحلته العلاجية وسط تزايد للجدل بشأن وضعه الصحي موسيقى تزايد الإقبال على الأسواق الخاصة ببيع الملابس في العاصمة نوكشوط أياما قبل حلول عيد الأطحى موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد نمين الشيخ رئيس اللجنة الوطنية المكلفة باقتراح نشيد وطني إن اللجنة موكلة إليها معايير الاختيار ولها الحرية التامة في حدود الثوابت الوطنية مضيفا أن الرئيس الموريتاني أوصى اللجنة بالاحتفاظ بالآية التي في النشيد الحالي أو إضافة آية أخرى اللجنة مطالبة منها أنها تختار نشيد جديد وأن هذا النشيد طبعا ينبغي أن تراعى فيه الثوابت ومعايير الأناشيد الوطنية اللي هي الحماس وحب الوطن والثوابت والاقتبار بالوطن والدين ورئيس الجمهورية مثل ما قلتكم أوصى هذه اللجنة أنها تحتفظ بتلك الآية أو بآية أخرى من القرآن لأن في فترة من الفترات ميز النشيد الموريتاني لدى البعض أو النشيد الذي كانت تتبنىه موريتاني بالطريقة التي ستعرفه ميز وأنه فيها آية فرئيس الجمهورية أراد أن تلك الميزة تظل مرتبطة بالنشيد الموريتاني وقال والشيخ خلال متمن صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء إنه ليس هناك مستند قانوني أو مرسوم يقول باعتماد كلمات النشيد الحالي كنشيد وطني مضيفا أن الأحداث التاريخية تقول إنها لم تعتمد كنشيد وطني وإن كانت هذه الكلمات لم يثبت أنها اعتمدت كنشيد وطني ليس هناك مستند قانون وليس هناك مرسوم يقول إنها اعتمد كنشيد وطني بل إن الأحداث التاريخية تثبت أنها لم تعتمد لأنه في سنة 1977 شكلت لجنة وموجودة هنا في الأرشيف وموجودة أيضا إعلانها في جريد الشعب برئاسة الوزير أنذاك عبدالله والبية بعضوية كل من الخليل النحوي ومحمد سالمو العدود ومحمدو السيد إبراهيم ومحمد دنو المختار والحمدو لاختيار نشيد وطني وأكد أول الشيخ أنه التقى أحد أعضاء اللجنة التي شكلت عام 1977 وأخبره بالطريقة التي اعتمدت اللجنة لوضع نشيد وطني مضيفا أن اللجنة لم تكمل عملها بفعل الإنقلاب الذي حصل وهو ما يؤشر وفق أول الشيخ على أنه لم يكن هناك نشيد وطني معتمد متحدثا عن أقوال بعض الباحثين في هذا الصدد وفعلا التقيت بالخليل النحوي كعض في اللجنة لأنه لا زال موجود من بين هذه الأعضاء وسألت عن عوائق عملهم قال أنهم لما طرحوا مسابقة تلقوا سبعين نصا وأنهم عندما فرزوا هذه النصوص وجدوا أن بعضها لا يمكن تلحين على إقاع الموسيقى التي هي العزف البطني وأن بعضها أيضا يسمي رئيس الجمهورية أنذاك والحزب وهم أرادوا في النشيد أن يكون مرتبطا بالشعب والدولة وليس مرتبطا بالشخص ولا بحزب وأنهم بعد ذلك اقترحوا طرحوا مسابقة ثانية واقترحوا فيها بحور معينة أربع بحور وخمس يمكن تلحينها بسهولة على الموسيقى التي أصلا وضعها فرنسي من أصر روسي أيضا فبعد ذلك جاءت قضية الانقلاب فلم تتمكن اللجنة من استكمال عملها إذن هذا الدليل على أن لم يكن هناك نشيد وطني مهتمد بل إن فيها أحد الباحثين ذكر أنه لم يذكر كنشيد إلا في سنة 82 تقريبا في أحد الكتب المدرسية وأنهم كانوا قبل ذلك في ثلاث نشيد كلها أحيانا واحد الآن الذي عنده الشيش يعني هناك ثلاث منظومات أو قطع منظومة تقرأ مع العز صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس على اتفاقية قرض موقعة يوليو 2017 بين موريتانيا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تتعلق بتزويد مدينتي العيون واجغني بالماء الشروب وقال وزير الاقتصادي والمالية المختار للجاي تعليقا على الاتفاقية إن المشروع يدخل في إطار السعي إلى توفير الماء الشروب لمختلف المدن الموريتانية مصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 10 يوليو 2017 بين حكومة الجمهورية الإسلامية والموريتانية وصندوق العربي للمال الاقتصادي والاجتماعي هذه الاتفاقية متعلقة بتزويد مدينتي العيون واجغني بالمياه الصالحة للشرب والقرى المجاورة انطلاقا من مدينة البدغة التي لا يوصلها لمن شاء الله تعالى قريبا من المشروع الكبير مشروع الظهر توسعة المدن والقرى المستفيدة من هذا المشروع هي حلقة من مشروع كبير تاجه وفخامة رئيس الجمهورية وحكومته من أجل على الموريتانيين كاملين أنهم تعود عندهم الماء الماء الصالح للشرب لأنه هو مصدر كل حياته لأن غالبية مدنة تأسد مانكبال بعين الاعتبار وجود مخزونات مائية كافية لتغطية الحاجات خصوصا مع الزمن تطورها مع الزمن ألغى الرئيس النجاري محمد بخاري أول اجتماع وزاري أسبوعي منذ عودته من لندن حيث أمضى أزياد من ثلاثة أشهر يتلقى العلاج من مرض لم يفسح عن طبيعته وتثير الوضعية الصحية لبخاري البالغ من العمر أربعة وسبعين عاما جدلا متزايدا في الوسطين السياسي والإعلامي بنجاريا نتابع التفاصيل في التقرير التالي الرئيس النجاري محمد بخاري يلغي أول اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء منذ عودته إلى البلاد بعد رحلة علاج قادته إلى لندن حيث أمضى أزياد من ثلاثة أشهر وقال بيان مقتضب صادر عن الرئاسة إن بخاري منشغل عن مجلس الوزراء في تقرير تلقاه حول التحقيق في قضايا فساد وكان بخاري قد التقى الثلذاء عددا من القادة الأمنيين في البلاد حثهم على التصدي لما وصفها أعمال العنف الإتنية والانفصالية التي تعاني منها البلاد وقد ألقى الرئيس بخاري خطابا وجهه إلى النجاريين بعد يومين من عودته للبلاد ركز فيه على مواصلة الحرب على الإرهاب والجريمة وحث على وحدة المجتمع وانسجامه فيما تحاشى الحديث عن وضعه الصحي ولا يزال الوضع الصحي لبخاري البالغ من العمر 74 سنة يدير الجدل في الوسطين السياسي والإعلامي في البلاد حيث تتحدث بعض الصحف الإخبارية النجارية عن أن الرئيس يدير البلاد من منزله بعيدا عن المكتب بسبب وضعه الصحي وكان متظاهرون قد خرجوا في مسيرات بالعاصمتين أبوجا ولندن قبل أيام دع المشاركون فيها الرئيس بخاري إلى العودة للبلاد واستئناف عمله أو تقديم استقالته من الرئاسة وقبل ذلك كان بعض الساسة قد دعوه إلى الاستقالة لأن وضعه الصحي لم يعد يسمح له بمزاولة مهامه الرئاسية وقد سافر بخاري إلى لندن ثلاث مرات على الأقل واستغرقت رحلاته الإلاجية حتى الآن أزيد من خمسة أشهر انتقد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي سياسة المملكة المغربية معتبرا إياها تشكل خطرا على المنطقة وتهدد أمنها واقتصادها وأضاف غالي في اختم الدورة الثامنة للجامعة الصيفية للأطر الصحراوية أن المغرب تنتهك القانون التاسيسي للاتحاد الإفريقي خصوصا منه المتعلق بمسألة الحدود التفاصيل في التقرير التالي حمل الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بشدة على المملكة المغربية معتبرا أنها تشكل خطرا محدقا بالمنطقة والعالم نتيجة لسياستها القائمة على ما أسماه التوسع والعدوان وقال الرئيس الصحراوي في خطاب نلقاه في ختام أعمال الدورة الثامنة للجامعة الصيفية للأطر الصحراوية المنظمة بمدينة بومرداس بالجزائر إن المغرب أصبح مصطر تهديد أمني واقتصادي واجتماعي لشعوب وبلدان المنطقة بعدما بات يشكل أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي التي تمثل عاملاً حاسماً في دعم وتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية على حد تعبيره وأضاف أن المملكة المغربية تمارس انتهاكاً صارخاً للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وخاصة مبدأ الحدود الموروذة غادات الاستقلال باحتلالها لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية مذكراً في الوقت ذاته أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان وطالب غالي الاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤوليته واتخاذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لوضع حد للخرق المغربي للقانون التأسيسي للاتحاد والعمل مع الجمهورية الصحراوية والمغرب لإنهاء ما دعاها آخر مظاهر الاستعمار في القارة الإفريقية وفي السياق ذاته دعا غالي الأمم المتحدة إلى تطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 91900 القاضية بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي معبراً عن أمله في أن يكون استلام الرئيس الألماني الأسبق هورسيد كولر لمهامه كبنبعوذ شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية فرصة مواتية للتعجيل بتنفيذ تلك المهمة ولم يفوت الرئيس الصحراوي الفرصة ليذكر إسبانيا بمسؤوليتها عن مستعمرتها الصحراء الغربية مؤكداً أنها مسؤولية ستبقى قائمة ما لم ينتهي النزاع بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال كما نبه الرئيس غالي فرنسا إلى ضرورة أن تنسجم مواقفها مع مكانتها كمهد للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع مسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي عن تحقيق الأمن والعدالة والسلام والاستقرار واحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني في المنطقة استر an كيش اياما قبل حلول عيد الأضحى المبارك وفيما يشكر رواد السوق من غلاء الأسعار يقول الباعه أن الأسعار في المتناول فريق من قناة المرابطون رصد جانبا من الإقبال على أسواق واكشوت قبل عيد الأضحى في التقرير التالي سوق تولي بالعاصمة واكشوت أياما قبل حلول عيد وأكشوت حيث يقبل المشترون لاقتناء حاجيات العيد من ملابس وغيرها غير أن الإقبال يصفه التجار هنا بالضعيف بينما يشكوا آخرون ما يصفونه بالارتفاع المذل للأسعار والاكتغاض وندرة المعروض التجارة واعرة حتى ولا يفهم ولا يلبس سوق ولا يلبس حان البس ما فيها تجاه والتجارة واعرة ولا رأينا الطلقنا لا يبلد من ينوخوا منه سمحت نجول واحدا دور والباس يقولون تجارة واعرة حتى تجارة واعرة حفظة كامل واعرة تجين روادكم تجين الرنبي عادوال والمنحب عادوال والفضل ما يخلق الناس تباكة كاملة قال لنا مسيرين هنا لا محبسة هنا وتو الرنبي كان يشريك 25 ساعة 24 ألف يطيف إلى أهل يطيف إلى أهل يجيب أن تجارة يؤكدون أن الأسعار في متناول الجميع وتختلف حسب نوعية البطاعة وأن الارتفاع يعود لأسباب خارجية ويقول التجارة أن هناك إقبالا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة وإن تأثر بالعطلة الصيفية حيث تخرج أغلب الأسر الموريتانية لقضاء العطلة في البادية بعيدا عن ضوضاء المدينة وصخبها أغلب الناس دائما تخلق نقول لك الناس العيد وعر العيد وعر في العيد ومليء لأشكال خارجة بضايا عليها شيء وعره هو موتى احتراته وخارجة البضايا مليء البسيطة هذا كامل كل حد يفكر فيه كيف ذلك كل الأشياء كاملة كل الأشياء إلاجيته فيه شيء وعر وفيه شيء بسيط والحمد لله بعد المواطنين ما شاء الله بدأوا من يعمل صفاتهم بدايتهم بداية شيدة ما شاء الله الشقة والله إلا وعر والخنط وعر استمعت والصوعة قاعدة وداخل المرصة والبيع رويخي العيد بعد مزار رويخي ما هو زين حتى الشقة وعر الشقة وعر والناس ما عندها لفظات شبية شيء ويشكو التجار والمتسوقون من اتشار الأوساخ داخل السوق واكتراضه وكذا الحملات التي تقوم بها السلطات تزامنا مع موسم العياد من تضييق على البعض ومنعه من عرض بضائعه على قارعة طريق بالإضافة للأزمة المرورية التي أضحت سمة أبرز للأعياد في العاصمة نواكشوت قال وزير الشباب والرياضة محمد الجبريل إن الولايات المورتانية اكتملت فيها الملاعب وكذا المقاطعات الكبرى وإن الدولة بصدد بناء ملاعب بالبلديات أضاف وجبريل خلال متمر صحفي من مكشوت للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن الدولة أنفقت المليارات في البنى التحتية الرياضية فيما يخص الملاعب في الداخل نخطينا نقول طبعاً الولايات تتملت فيها الملاعب وبعض المقاطعات الكبرى كيف تبقه يا غير عندنا برنامج آخر نقال له بنيدل واللي بناء الكثير من الملاعب ما هو فقط قاع في المقاطعات وإنما في البلديات واللي مكن من بناء الكثير من الملاعب البلدية في البلديات الريفية ولا يعود هذا إضافة كبيرة إذن الدولة بنات ملاعب في الولايات وفي المقاطعات غير ملي حتى وصلت لمستوى البلديات إذن القضية قضية برنامج مستمر لذي البنى التحتية اللي كما تعرفوا ما كان عندنا يكون أستاذ شيخة والله أستاذ ملاعب ملاعب لولنبي إذن إضافة قوية ومليارات من الفضل تفقد في هذا البنى التحتية اللي عاتوا اليوم موجودة نخطير نقول لكم بأن لولو شهر لعبنا مباراة دولية من الداخل في الزويرات وهذا كان حلم عند الرياضيين وعند الموليتانيين كاملين وبأن هذا ما كان يقدي خلق لو لسياسة اللي ما هم اليوم اللي من مجيب الخامة رئيسة الجمهورية تخمم في الطريقة اللي يرفع بها الرياضة إلى الشأن الفلسطيني حيث وجهت النيابة العامة بحيفة ثلاثة تهم للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل الذي اعتقلته سلطات الاحتلال منجددا منذ عشرة أيام وحسب صحف عبرية فإن النيابة وجهت للشيخ رائد صلاح تهم التحرض على العنف والإرهاب ودعم تنظيم غير قانوني نتابه ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية أن النيابة العامة في لواء حيفة قدمت ثلاثة تهم للشيخ رائد صلاح المعتقل منذ حوالي عشرة أيام وقالت الصحيفة أن النيابة العامة الإسرائيلية قدمت تهم التحرض على العنف والإرهاب ودعم تنظيم غير قانوني وكانت المحكمة قد مدتت اعتقال الشيخ رائد صلاح لأكثر من مرة بعد أن اعتقلته متصف الشهر الجاري من منزله بأم الفحم في الداخل المحتل وقال الشيخ رائد صلاح لحظة دخوله إلى قاعة المحكمة في الجرسة السابقة أنا أحاكم على مبادئ الإسلام ومبادئ القرآن ونحن على ثوابتنا ومبادئنا إن شاء الله وفي ذات السياق قال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل عقب توجيه نيابة الاحتلال لوائح اتهام بحق الشيخ رائد صلاح إن قضية الشيخ رائد قضية شعب آمن بحقه في مقدساته بالمسجد الأقصى المبارك وأضاف الخطيب في حديث خاص لمكالة شهاب إن نتنياهو لن يجد في الشيخ رائد إلا صخرة ستتحطم عليها كل أمنيات الاحتلال ولفت إلى أن محاكمة الاحتلال للشيخ رائد تأتي بعد حملة تحريض قادتها المؤسسة الإسرائيلية ووقفت وراءها ماكينة الإعلام الإسرائيلية وأوضح أنه عندما لوح وزير حرب الاحتلال لبرمان باستخدام الاحتقالات الإدارية ولوح الوزير الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنفي الشيخ رائد فإن ذلك كله ينم على أن هناك خطوات قادمة ضد قيادات الداخل المحتل ينتقد سكان مدينة كانكوسا انتشار الأوساخ في الأماكن العامة بالمدينة ويدعون الجهات المعانية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه ذلك وتقوم بعض الجمعيات الشبابية في المدينة بحملات تطوعية للإسهام في إزالة الأوساخ غير أنها تعاني من ضعف الوسائل والمعدات نتابع الأوساخ المنتشرة في مقاطعة كونكوسا أخذت حيزين كبيرا أعطى صورة شوهت واجهة المدينة حيث إنها انتشرت في الساحات والأسواق والمدارس إما جعل جل ساكنة المقاطعة يضيقون ذرعا بكثرتها خاصة حول المدارس والله نحن مقاطعتنا طبعا مقاطعة كونكوسا هذه والله المقاطعة مهمة عندنا حتى ونبقوها مولي نبقوها مولي نبقوها مولي نتقدم حتى إلى حد بعيد ولكن مشكلة الأساسية عندها الشي نقال له النوافة هذه الشي نقال له النوافة تكاد تعدم فيها لا تقريبا من تقامي موجودة فيها سكان مقاطعة كونكوسا هو إن اختار بعضهم الصمتة اتجاه هذه الظاهرة فذلك الاعتقاده أن الكلام لا يسمن ولا يظني من جوء عازين هذا الأمر إلى المشاكل الأخرى التي تطبع المقاطعة بطبيعي النسيان والحرمان والذين يمنع عنها من الوجه الحضاري والمدني الذي تتوق له ساكنة كونكوسا إذن هي ظاهرة في الحقيقة راجعين من الدولة عنها تقوم فيها وعنها تقبل فيها مبادرة عجلانة ودائما هم تقبل مبادرات يقير يعود وما هم خالقين تمسح النهار والله ثنين مساحة عادية وتخلي البالي تهناتي وتخلي الأوساخ داخل المدينة ما تنقلها لذلك نحن نطالب عن مدينة كونكوسا عنها تنصق الشوارعها وعنها تنصق الأماكن اللي تعود خلف البنيانات اللي لا تقبل البلدية وتلايمها عن الشارع وتجعلها اللورة ولذلك يتم ضررها قائم ويتم وجودها غير حضاري الأوساخ والله المضرر من المقاطعة صراحة حقيقة وحكما بلدية دائما نفطنتوجي تقبل وتوقت ندير في الشيء الأوساخ يقير هذا صراحة يأسر من الأوساخ المضرر من المقاطعة يذكر أنه في وقته سابق سعت مبادرات شبابية عدة إلى تنظيف عدة مراكز عامة رغم ضعف المعدات والحاجيات الضرورية التي من شأنها أن تجعل عملية جمع القمامة سلسة وفعالة إلى هنا مشاهدين الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تعبعتم فيها الناطق باسم الحكومة الموريتانية يقول أن اختيار النشيد موكلون إلى اللجنة وإن النشيد الحالي يفتقد السند القانوني الرئيس النجاري يلغي أول اجتماع وزاري من عودته من رحلته العلاجية وستزايد للجدل بشأن وضعه الصحي تزايد الإقبال على الأسواق الخاصة ببيع الملابس في العاصمة نوطشوط أياما قبل حلول عيد الأطحاء يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة